الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا للقاء الثلاثي القمة الثلاثية الدورية بين مصر وقبرص واليونان وطبعا هذا التحالف أو هذا التجمع أو هذا التكتل تكتل له أكتر من زاوية زاوية اقتصادية خاصة بالطاقة خاصة بالغاز خاصة بترسيم الحدود خاصة بالعمل في منطقة شرق المتوسط وفي نطاق منتدى للمتوسط للغاز اللي موجود مقاره في مصر وكان هدف أساسي مصري أنه مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من يومين كان فيه محاولة وفيه توقيع بروتوكولات ومذاكرات تفاهم بين قبرص ومصر وبين اليونان ومصر لربط كهربائي بين مصر وأوروبا عبر هاتين الدولتين الناس تبقى عارفة أن قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي يعني قبرص واليونان دولتين لهم كامل الحقوق والواجبات والعضوية في الاتحاد الأوروبي في نفس التوقيت اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي زي قبرص لكنها أيضا عضو في حلف الناتو يبقى اليونان عضو في الناتو عضو في الاتحاد الأوروبي وقبرص عضو في الاتحاد الأوروبي بينهم وبين مصر علاقات أنتم تابعينها يقولك التجمع شرق المتوسط مصر وقبرص واليونان احنا متفقين وماشيين في أمور كثيرة منها الاتفاق على الغاز والطاقة والتعاون المشترك ونقل الغاز عبر أنابيب ونقل الغاز المسال واستخدامات تسهيلات الغاز اللي في مصر ففيه موضوع الغاز وموضوع الطاقة موضوع مهم جدا جدا وانا برجع تاني وبقول انه فعلا احنا جبنا فيها جوان كتير جدا موضوع الغاز واحنا لو لا ما جار في مصر من ترسيم حدود بحرية بين قبرص ومصر وبين اليونان ومصر جزئيا ما كان لنا أن ننقب وما كان لنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه بنستمر فيه العلاقات بيننا وبينهم في التنسيق والتشاور خاصة أن فيه أزمة كبيرة زي الأزمة الفلسطينية بالظبط يعني فيه المنطقة ينظر إلى الأزمة القبرصية زي الأزمة الفلسطينية يعني ما يجري فيه قبرص قبرص نصها محتل نصها الشمالي محتل من قبل تركيا اللي هي بيسموها قبرص التركيا ودولة معلنة لا تعترف ده إلا دولة واحدة هي تركيا يعني تركيا هي اللي بتعترف دي قبرص التركيا وبيسموا قبرص دولة قبرص قبرص اليونانية أو الرومية إجمالا هناك قرارات دولية لجمع شطري كوري قبرص لكن يبدو أنه الأمور معقدة إلى حد كبير مصر بتقول في هذا الإطار إحنا مع مخرجات الأمم المتحدة مخرجات مجلس الأمن إحنا مع القوانين والمواثيق الدولية في هذا الإطار لا نتزيد ولا نزايد ولا نخرج عن القانون الدولي بنعترف بحق قبرص في فرض سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية في تقارب مصري تركيا أو في محاولات للوصول إلى التقارب ده ما صار بنحتارمه وننتظر ما تسفر عنه لكن هناك ثوابت أخلاقية قانونية للسياسة المصرية وهي القضية القبرصية والتعاون بين مصر وقبرص هل هي إبراهيم خريطة من فضلك؟ ده القبرص ده محضراتكم دي مصر أهو وده منطقة شرق المتوسط يعني شرق المتوسط أدي تركيا فوق أهي وأدي سوريا وأدي لبنان وأدي أراضي فلسطين المحتلة وأدي مصر أهو وده التأسيم بتاع ترسيم الحدود بين الدول دي قبرص أهي في حتة دي دي قبرص السوارة قدامنا وأدي ترسيمات الحدود أدي إيطاليا وأدي اليونان مجموعة جزر والجزر اليونانية عشان تبقى حضرتكم عارفين كل هذه الجزر اليونانية المنتشرة حتى آخر جزيرة بجوار تركيا هو فكرة الجرف القاري مش عايز أخش في هذه القضايا لكن كل هذه الأراضي أو كل هذه المياه وفقا للقانون الدولي هي مياه إقليمية يونانية تركيا بتقول لا أنا ما ينفعش أنا أقاعد في هذه النطاقات الضيقة ويتحول بالنسبة لي الوطن الأزرق إلى وطن محتل الوطن الأزرق إلى وطن مياه يعني البحار تركيا بتقول إنه أنا لا لي نصيب ولابد أن نحترم الجرف القاري ولابد أن يتم تقعاني ترسيم الحدود قضية كبيرة جدا بين تركيا أهي وبين اليونان لكن عايز أقول لها حداك دي مش اليونان بس الجزر دي كلها أراضي يونانية ومن ثم يعني هنا في هذه الأماكن في حدود قريبة جدا بين اليونان وبين تركيا ومنها أنهار وناس بتهرب بتروح هنا وهنا فالمشكلة مشكلة أزلية ومن زمان وحروب آمت بين تركيا واليونان ومشاكل يعني شديدة شديدة التعقيد مصر في هذا الإطار لا تدخل فيه تحالفات مع حد ضد حد وإنما مصر بتؤكد مصالحها وتوافع عن مصالح لنا مصالح كبيرة جدا في منطقة المتوسط أهدي شرق المتوسط أهدي البحر المتوسط من أول من عند جبل طارق وحتى سوريا والإسكندرونة فوق مصر بتقول أنه التعاون هو الشيء اللي يمكن أنه يعود بالنفع على الجميع مصر بتمدي إيديها للجميع حتى بما فيها تركيا لأنه مصر بتقول إحنا التعاون لغة التعاون لغة التكامل لغة التواصل هي اللي هتعود بالنفع على كل الشعوب لذلك مصر مدت إيديها لقبرص وعملنا ترسيم حدود واضح تماما طبقا للمصالح المصرية مع اليونان عشان برضو الناس ما فكر الناس ترسيم الحدود المصرية اليونانية ترسيم حدود جزئي وليس كلي فكرين وزير خارجية اليوناني لما وصل في مصر والبرلمان صدق على الترسيم الجزئي مصر لا تفرد في حب ترامل من أراضيها ولا نقطة مياه من مياهها الاقتصادية الخالصة وما كان لنا أن ننقب عن الغاز أو البترول أو المصادر الطبيعية في باطن وفي قاع البحر المتوسط والأحمر لو لا ترسيم الحدود ما فيش شركة هتجي لك تنقب عندك وتصرف مليارات دون أن يكون هناك خطوط فاصلة واضحة في الحدود بين الدول وخاصة الحدود البحرية اللي بينتب عنها الكثير من اللغة وكل المشكل الخلاصة أن مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص ورسمت حدودها جزئيا مع اليونان وبناء عليه بدأنا في التنقيب وبدأنا في حقل زهر اللي بدأ يغير من شكل الخريطة الخاصة بالطاقة ومن ثم الخريطة الخاصة بمصر أنه قلنا فيه دبلوماسية وفيه كلام على الغاز بدأ يسيطر على العالم كله فبكرا ان شاء الله اللقاء اللي هيجمع رئيس مصر رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس قبرص استنيادس ومع رئيس الوزراء اليوناني هتبقى في أثينا اشتركوا في القناة